شهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من كيف الصحة اليوم سوف خلال هذه الساعة سوف نلقي الضوء على مرض السرطان سرطان البرستاتر سنتعرف على الأعراض وعوامل الخطور وكيفية الوقاية وأهم طرق العلاج مع ضيف حلقتنا دكتور إبراهيم عدوان وإستشاري الطب البديل أهلا وسهلا بك نحييك ونحيي كل المتابعين ومشاهدين يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة على الشاشة وأيضا عبر تطبيق الواتساب ناخذ كل أسئلتكم الطبيعي نتمنى إن شاء الله تكون حلقة نافعة ومفيدة للجميع دكتور نحييك مرة أخرى يعني سرطان البرستاتر زادت في الأولى الأخيرة كثير من رجال الأسف تعرض لمرض السرطان البرستاتر حتى اكتشافه في المراحل الأخيرة للأسف ما هي الأسباب الأساسية الأولية لحدود سرطان البرستاتر؟ السبب الأولي لو نشوف الاسلايب نشاهد السبب الأولي هو أنه السرطان أنه خلايا الجسم العادية بتغذى على السكر على الجلوكوس بالنسبة للسرطان السبب الأساسي الأولي هو أنه بدل ما يتغذى الخلايا العادية على الجلوكوس في وجود أكسجين تستبدل خلايا السرطان الأكسجين في تخمر أي بدون أكسجين بمعنى؟ بمعنى أن خلايا السرطان تعيش على السكر عشرات المرات أكثر من الخلايا العادية تمام ثم بتتغذى الخلايا العادية لازم أكسجين عشان تعطينا الطاقة اللي هي بسموها ATP أدينوزين ترايفوسفيت تمام خلايا السرطان تأخذ الطاقة عن طريق التخمر أي عدم وجود الأكسجين نعم هذه الحقيقة هو اللي قالها دكتور ألماني اسمه دكتور أوتو ويربيرغ نعم أخذ عليها جائزة نوبل بدل العمل 1920 واخذ عليها جائزة نوبل 1950 أكد كلام هذا الرجل هو واحد بروفيسور اسمه توماس سيفيل من بوستن كوليج أيوة أثبت أنه السرطان ككل يعني مرض تمثيل غذائي زيه زي السكر زيه زي الضغط الدم زيه زي القلب وهكذا وبدأ هنا دكتور أول من بدأ الكيتو دايت عشان يحرم السرطان من السكر حقيقة ولهذا احنا منعتبر في عنا النوع الأول من السكر اللي بأخذ انسولين أيوة النوع الثاني اللي بأخذ حبوب النوع الثالث الزهايمر النوع الرابع السرطان يعني مصلنا فاتحت هذه السكر يجب المشكلة لمشكلة السكر ولهذا احنا هذه السبب وهذا العلاج كيف إذا نعرفنا خلايا السرطان أثبته دكتور أوتو بيرد وأكد عليه توماس سيفيل نعم من بوستن كوليج أنه السرطان بتغذى على خلايا السكر عشرات المرات أكثر من الخلايا العادية في عدم وجود أكسجين كيف إحنا بدنا نقضي على سرطان نزود الأكسجين للمخ والقلب والرئتين والجسم ونمرة اثنين نحرم الخلايا السرطان من أكلها لغلوكوز ولهذا بدأت بعض الديهات تعمل الكيتو ذيات الكيتو ذيات سبعين تمانين في المئة إنه زيوت عشرين في المئة بروتين وعشرين في المئة كاربو هدريت عشان يقلل نسبة الغلوكوز السكر ويموت خلايا السرطان هذا السبب الأول ممتاز سؤال واحد قبل ندخل التفاصيل لأنه قد يكون مدخل يعني هل ممكن فعلا من لديه مشكلة أو تعرض لمرض البرستاتا في بداياته الأولية وقطع عن السكريات ورفع من نسبة الأكسجين فيه ممكن أمل يكون فيه تماثل في الشفاء طبعا هنا لو نتكلم عن الظاهر في الطب البديل يقوله خلاص ما جاء ناجي سرطاني يبقى لازم كيمو ثرابي وريديو ثرابي وكذا لكن الدكتور بوتيكيو اللي هو عمل بوتيكو تكنيك اللي عشان يزود الأكسجين عمل مع مئات من حوالي 200 دكتور روسي جابوا كانسر بريست بالذات لأنه خلاء السرطان الثذي عند المرأة وعند الرجل شبيه لأنه زي كانسر بروستيت وهرمون ريليتيد وحطوهم بدأوا يعملون لهم اللي هو بوتيكو بريثين تكنيك عشان يزيد الأكسجين أثبتت أنه كثير منهم خاصة في البدايات تتخلصوا من السرطان طبعا لم تنشر فيه جرائد علمية وانجلات علمية عشان نأكد هؤلاء تمام العودة للموضع الأساسي راح نشوف هنا الصورة القادمة واشرحنا وضع طبعا العادية المثانا العادية وتأثيرها على البرستات أهم عفوا شوف السلايد الثاني البرستيت حجمها الطبيعي زي عين الجمل حبة عين الجمل نعم كده مقفوله في الصين بالضبط هي بتحتضن المجرى البول اللي هي اليوريثرا ففوق فيه عندنا جيب الصورة لو سمحت في عندنا المثاني البولية هذه الصورة؟ بتجمع البول هنا في المثاني البولية بنزل البول لأنه زي ما قلنا البرستيت اللي هي الصفرة هذه هي سموث وغد يعني عضلة تنقبض تنبسط تنقبض تنبسط فلما جمع البول تنبسط وتضغط بنزل البول في مجرى البول وبطلع هذا الطبيعي حجمها زي بحبة عين الجمل هذه شكلها ووضحها هنا هذي الطبيعية هذي الطبيعية الغير طبيعية طبعا هليني هليني الآن أمراض البرستيت نعم أمراض البول فيه ثلاث مشهور ثلاث أمراض رئيسية اللي هي التهاب البرستيت بروستيتس وهذه بتيجي يا أما عدوى يعني مثلا فانغس فطر بكتيريا فيروس يا أما سترس يا أما القعدة الكثيرة يا أما واحد بركب سايكل كثير يا أما لي لأنه بقل الدم المؤكسة لأنه محتاج زي عضو في الجسد دم يعني محتاج أكسجية هذه غالبا يعني بعالجه الأطباء في المستشفى أو كذا بالأنتيبويتك نحن ممكن نعالجها في البداية بأشياء طبيعية بالتوم وحاجات بالنسبة للضغط النفسي ذكرت دكتور كعب الرئيسي كيف ممكن أيضا تخفيف أو علاجه يعني ممكن هنيجي 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 صحيح نرجي طيب هنمر بسرعة لأنه أذهب على الموضوع الأساسي هذا أول النوع إلتهااب البروستيت نعم البروستيت النوع الثاني النوع الثاني اللي هو التضخم الحميد للبروستيت إذا البروستيت زي عين حبة عين الجمال صغيرة لما تضخم وهذا غالبا ما بكبر في السن لماذا لم لا يكبر الحين هم قالوا بكبر في السن وفقط لكن لما بكبر في السن تلاحظ أنت الآن نساء بيقول لك عنده ضغط عنده سكر عنده كذا نرجع مرجوعنا للسكر والضغط والقعدة فهذه بصير التضخم البرستيت طبعا مع قلة النوم الاسترس مع الاكل السيء مع كذا هنا بصير الاستروجين عالي فبيعمل تضخم فيه سؤال تضخم حميد تضخم الحميد هل يبدأ بمراحل او يبدأ بشكل لا لا تدريجي طبعا تدريجي مع السن لكن ممكن يجي في غير السن مثل ما قولنا واحد بركب سايكل كثير وقباص وعدك وهكذا بصير عنده طبعا هذا الاولاني الالتهاب بيكون ألم في البول يعني في دم لكن هذا ما فيش ألم بس الفكرة لما بيجي بيبدأ البول بيكون صعب لما يبول ما بيكملش ما بيفضيش المثانع بيقوم أكثر من مرة بالليل لأن التضخم بيضغط على المجردهم لأن التضخم تجيب لنا الصورة لو سمحت نعم التضخم بيضغط على المثانع فبيمنع البول بدل منزل تحت بيرجع ثاني فوق الصورة لو سمحت يرجع عودة مرة ثانية للمثانع برجع ثاني للمثانع نعم نعم لقبل هذه لقبل هذه طيب دكتور بس في سؤال ذكرت عن الالتهاب بس عشان نوضح أكثر الالتهاب كيف يحدث أو سبب الالتهاب قلنا ياما انفكشن ياما فيروس ياما بكتيريا يصيب ماذا يصيب أي جزء في المثانع بروستيت 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 موضوعنا بروستيت نعم بروستيت فبصير ألم واحيانا بصير دم لكن غالبا هو ألم لما بيجي بول بيجي بول إحنا في بداية البول في نص البول في آخر البول وهذا المعروف أنه دائما التهاب البول نعم مع التهاب البرستيت فيها ألم بعكس التضخم الحميد ما فيش في آلم لكن في مشكلة في التبول طيب نيجي للمرض الثالث اللي هو موضوعنا اليوم السرطان السرطان البرستيت البرستيت لما دكتور بفحص بحط إيده في فتحة الشرج من تحت البرستيت نعمة هي شكلها زي حبة الزلنط لكن ملمسها نعم ملمسها نعم أيوة لكن لما بيصير فيه خشونة ببضي يشك الدكتور هنا فبيحل الحاجة أنزيم اسمه بروستيت سبيسيبن هايباربليزيا أيوة تمام هذا الالتهاب أول واحد هذا الالتهاب الالتهاب هنا بصير كما قلنا في آلم أحيانا بيكون فيه دم غالبا ألم حرقان في البول يعني تبصير ألم في الحوض في الظهر فكذا هذا بالنسبة لل الالتهاب البول هذا السرطان شوف السرطان هي نعمة هنا شوف كيف بصير السرطان الفرق بينهم صحيح وببدأ الدكتور هنا يشك بعمل تحليل بي اسم بي اسم بي اسم بي اس اي التحليل تحليل في الدم تحليل في الدم بي اسم هذا بيفرض من البروستيت تمام لو أكثر من عشرة بشك بعمل طبعا التحليل ما رأي ولكن أكثر شيء تؤكد انه فيه سرطان ولا لا بيعمل خزعة اللي هي زراعة عينة لا عينة بأخذ من البروستيت و بفحصها طبعا البروستيت فيها مراحل فيها ديجريز زيرو يكون لسه في ذايته وقاعد في الله أو طيب ون طيب تو جريز نعم بمراحل ودرجة طيب فور هذا بيكون خلاصا ومتشر في كل مكان في كل مكان للأسف يعني ذكرت عن تشخيص عبر الشرج كبداية لتأكد من أنه بين الطبيعي للبروستات وغير الطبيعي هذا أول يؤكد يعني في المراحل الأولى بسمع للمريض أعراض تمام هل فيه حرقان في البول هل فيه تقطع في البول هل بتقوم بالليل كتير آه فبسمع منه ثم بفحصه من فتح هذا الشرج عم بشوف ملمس البول وحجم البروستات أيوه البعد كذا بروح بيحل الدم عشان حاجة اسمه بروستات سبيسيفيك أنجون بي اس اي عادة بيكون عالي بس لو عالي كثير فوق العشرة أو أكثر بشك فبيعمل مرآي بعمل سيتي سكان لكن عشان يتأكد أنه أنه كانسر ولا لا بروح يعمل هذه هذه طبعا البي اس اي ها البي اس اي ها ولهذا نيجي ل وظائف وظيفة إيش وظيفة البروستات إيش وجودها هي بتساعد تفرز سائل يلتحم مع السبيرم الخلايا بتاعت الرجل عشان يعمل إنا السيمن اللي هو الحيوان المنوي نعم كمان بتفرز هذا إنزيم مهم جدا إنزيم عبارة عن بروتين بروستاتي سبيسيفيك أنتجين هذا اللي بيساعد لما يعمله تحليل داما للدكتور لما المريض بيشتكي عنده حرقانة وعنده ضخم مشكلة في البول يقوم كثير بالليل بيعمله هذا التحليل إذا كان زائد كثير بيبدأ يشك مع الملمس إذا كان خشن مع العين مع كذا بيأكله إنه هذا سرطان واني ديكري كمان بيساعد البروستاتي مع الخصيتين مع السيمنال فيسكل عضوث أعضاء ثانية في الحوض إنها تعمل إنها هرمون الذكورة تسيسر الهرمون الذكورة مقابل هرمون الأنثى الاستروجين نعم هذه وظيفة البروستاتي إذا ما هي العوامل الخطورة؟ طبعا العوامل الخطورة عديدة إذا عرفنا السبب الاساسي الرئيسي الأولي إنه خلايا السرطان ككل أي نوع من السرطان تتغذى عشرات المرات مهات المرات على الكلوكوز على السكر اللي هو الكلوكوز في عدم وجود اكسيجين عمل اسمه فرمنتشو اللي أثبتها دكتور أوتو ويربرغ وقد علاجات نيبل نعم وأكدها بروفوسور توماس سيفيلد من بوستن كولوج نعم وقال إنه السرطان هو مرض من أمراض التمثيل الغذائي ولهذا بدأ هذا الدكتور إنه علاء الدايت اسمه كيتو دايت الكيتو دايت اللي هو زيد نسبة الزيت الزيت الزيتون زيت الكوكونات وهذا الحوم الأسماك الكذا الكذا على أساس تحرم خلايا السرطان من الكلوكوز تمام هذه كخطة علاجية مفيدة جدا نعم عوامل خطورة اللي تؤدي على السرطان ذاته عديدة طبعاً كمان هذا مهم جبنا لنوري المشاهدين العوامل الخطرة نعم طبعاً لو زاد البي اس اي تحليل البروستيت سبيسيفيك أندجين أكثر من عشرة بشك الدكتور قلنا بعد ما طبعاً هو لازم أي مشكلة في البروستيت لازم يعمل فحص من تحت شرج شرج فلو البي اس اي زاد بشك بيعمل لنا طبعاً سيتي سكان وكذا بعمل الخزعة طبعاً ذكرت اي زادت عن عشرة آه أنا مش بالضبط متأكد لكن لها زيادة معين يعني أو زادة نقص فيتامين دي الكبار السن فيه مهم ثلاث أشياء مهمة جداً هالبروستيت هنا نعم الزينك والسيلينيوم وفيتامين دي هذول الثلاث نقصهم يعني واحد من الخطورة بتاعتهم بعملوا سرطان بس بالذات تعالي نعم طبعاً لما هنا بيقول تو هاي كالسيوم هنا الكالسيوم لما يكون زايد كثيراً يعني عد بيخد كالسيوم مثلاً أكثر من 1200 الكالسيوم ليش خطورته بتعمل هنا لأنه بنقص فيتامين دي كنا بطلع الكالسيوم فيتامين دي بنزله وزي ما قلنا فيتامين دي مهم جداً نعم نقصه بيعمل أحد عوامل الخطورة للسرطان نقص الفيتامين الأوميغا ثري الأوميغا ثري الموجود في السمك وبعض المكسرات صحيح هنا الأستريجين هذا اللي أنا عاوزه وصله لما يكون أبنور الأستريجين ما جاءها بالتفصيل هتكلم على اللي ولهذا اعتبرنا السرطان البروستيت وسرطان السذي عند المرأة وسرطان الرحم عند المرأة وسرطان قلون كلها هرمون ريليتد فيها نسبة أستريجين كثير ستقول لي أنه الأستريجين هرمون نسوي عند المرأة من أجل الرجل حنعرف نعم وعنده المرأة عندها وعند الزكور ولكن لما يزيد هذا ويزيد هذا بصير مشكلة النسولين الثاني يعني زيادة السكر الويس لما يزيد الوزن طبعا الجيل بالعب دور بس مش العمر أيضا دكتور لا شك العمر بالعب دور إذا كان فوق الستين يعني يعني العمار كل ما يكبر الإنسان بيتعرض أكثر موظمين يا شوفي لأنه هي مش عارف لي يعني لما بيكبر الإنسان عدم وعي مش شرط أنه لازم لما يكبر يجيل تهم مفاصل أو لازم يجي سرطان لازم يجي ضغط أو لازم يجي قلب هي خلاص صارت عندنا عادة أنه هل هي إهمال هل هي عدم وعي هل هو كذا ما في كثير ناس كبار في السن صحة جيدة لكن هي قاعدة عدم العناب الأكل لأنه عدو أي سرطان زي أي مرض عدو الأكسجين وعرفنا هنعرف كيف نزيده وتكلم كل حلقة بنقول كيف نزيده ونمرة ثمين السكر سكر وقلنا السرطان هو النوع الرابع من السكر تمام ناخذ الأسباب العميقة الآن في حدوث أسباب الجذرية الجذرية أو العميقة والرئيسية نعم الالتهاب الالتهاب الميشن الميشن والإنسلين وبعدين يعني معنا سكر لأنه لما زيد الإنسلين نعم زيد الإنسلين في الدم كثير وبزيد السكر معه هنجي نتكلم كيف تعرف من تحليل أنه حاجيك سكر ولا حاجيك زهامر ولا حاجيك سرطان ولا لا هاي سترس سيدين شرق يعني واحد قاعد طول اليوم أو بوري سليب هذي أنا لخصتها في خامس عام القبل تمام قلنا التنفس الصحي أو عدم الصحي وخاصة عثناء النوم السليب في إيدك كده النوم جيد ولا لا الاسترس بتاعك الأكل الصحي الرياضة تمام وهنا فيتامين دي طبعا والزينك والسينك مهم جدا وزيادة التوكسينك وهذا من أكل السكر أكل الدهون في السوق هذي نعم بس الأولى يعطينا شوي توضيح أكثر دكتور عالي التهابات زيادة ارتفاع وزيادة التهابات يعني لما واحد بوكل الزيوت بتاعت السوق هذي نعم الزيوت بتاعت السوق هذي هذه خطرة مش كويسة ولهنا دائما نقول إذا ولا بد توكل عندك زيت الزيتون عندك زيت الكوكونات اللي استعملها وحتى لو بدك تعمل في هذا مش مقتنع بزيادة الزيتون الكوكونات اعمل بالغي بالسمنة لأن هذا تستعملها حتى زيت الزيتون ممكن بستعمل أنا على طول بستعملوا على طول أحيانا الكوكونات لكن زيت الزيتون إنما تستعمل زيوت اللي لبرة هذا اللي بتعمل زيوت المهدرج تعمل كثير الالتهاب بالإضافة طبعا للسكر والحلويات والكيك هذه تعمل الالتهاب كثير أخذ المضادات للالتهابات أيضا هل ممكن تكون طبعا لأنه هذا تضع الجهاز المناعة نعم ولهذا أنا قلت ما تاخدش الدواء إلا بحالة مضطر إلوه تمام يعني في بدائل كثيرة ما تروحش للدواء إلا هذا مضطر للدواء لكن مش على الفاضي والمليان بارازيتامول بارابروفين اسبرين نعم نعم تمام ناخد العلامات الواضحة والأعراض أيضا في نفس الوقت في السرطان ونشوف إنه في علامات يعني صراحة الواحد منك ما ينتبه لها دكتور لكن ممكن توضحنا إياها بشكل دقيق هنا العلامات تعتمد طبعا فريكن ببول على طول وخاصة أثناء ليه أثناء الليل أنك وانت بتنامي بيكون في ضغط على المثاني نعم نعم نمر اتنين المجر اللي لما بيعمل الرجل البول بيكون ويق ضعيف وبطيء بيكون في عنده ضعف وتنميل في رجليه اللصو بلدر أو باول كنترول بيقدرش يتحكم في البول بتاعه تري سرسب نعم سرسب فيه مشكلة في الجماع بيكون أهم حاجة فيها دم في البول آه ظهور علامات دم وجود دم في البول نعم بعدين حلما يبول بيكون عنده ألم بيكون عند ألم في الظهر في الوركة هذه العلامات هذه الأعراب هي أي مرحلة هذه؟ ولا هي مختلفة المرحلة؟ لا هي في البداية هذه في البداية ما هي مرحلة يعني طايب 1 طايب 2 طايب 3 الدكتور بيحددها من الخزعة تمام لكن هذه علامات المشكل إنسان لو جاء حجم من هذول على طول بروح للمستشف يعني وجود دم في البول يعتبر يعني علامة خطيرة علامة بس تتأكدش بها ممكن بروستيطات سلتهاب يعملون آه تمام لكن هذه علامات لشأن نعسيف صايد الواحدية طيب ناخذ اتصال مشاهد نحيئة ولكل متابعينا نحييك محمد من الجزائر تفضل سئلتك اختري ما ذاتي والدكتور فاضل إبراعيل أيها كله يا أخي أهلا وسهلا بي اختري ما لديها أربعة تسئلة اختري ما لديها أربعة تسئلة تفضل سؤالك اختري ما سؤال الأول هناك فيروسات تسبب سرطان البروستاتا ما هو مصدر هذه الفيروسات؟ أهي بمعنى من أين تأتي هذه الفيروسات تمام اختري ما سؤال الثاني اختري ما تفضل نسمعك تفضل هل هناك أدوية طبيعية لعلاج سرطان البروستاتا؟ هل هناك أدوية طبيعية لعلاج سرطان البروستاتا؟ وما هي هذه الأدوية؟ تمام اختري ما سؤال الثاني اختري ما سؤال الثاني تفضل هل سرطان البروستاتا هو مرض ويراثي أم ليس ويراثي؟ تمام شكرا لك اختري ما سؤال الرابعة والآخر اختري ما سؤال الرابعة تفضل سؤالك الرابعة اختري ما كيفية الوقاية من مرض سرطان البروستاتا؟ شكرا لك أخ محمد كل أسئلة مهمة شكرا لك طبعا ناخد اتصال إبراهيم من مصر أهلا وسهلا بيك تفضل أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك الله يسلمك تسلم أخي على حسن المتابعة تفضل لأسئلتك مميشا الوالدي مات بالمرض ده هو مصطفى عمراتي ورم على العمود الفقر فالورم عمل يعني زمن كنسر العض وجيه بعد كده هو توفى كان بياخد كماوي خد خد علاج شعاعي بعد كده كماوي وطبعا الكنسر بيخليه والكماوي تخل الوقت معمليش مناع طلقت كورونا وطاقت الله يارحمه الله يرحم بس أنا بسأل عندي تعب بس أنا الدكتور بالنسبة للتعب اللي عندي عندي أنا تعب في الخشي على طول حرف كم دكتور عفوا أخي إبراهيم بس لأن شوية للمخارج الحرف غير واضحة يمكن من بشكل فني لكن أعطينا توضيح بالضبط إيش السؤال 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 لما عندي تعب في 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 المثالك فرحت كم دكتور والدكتور يقول لي ده عندك تعب الهبات حدة في البروستاطة بقالي سنتين تعبات جدا فأنا مش عاير بحل دي أنا ممكن خائف متخوف لأكون الموضوع ده يبقى زي الواقع يبقى حية وراسية بالنسبة للموضوع البروستاطي ده طيب دكتور راح يسألك أخ إبراهيم لحظة أخي أخي لما يقول لك عندك الاتهابات هل في حرقان في البول هو مفيش حرقان دكتور على قد الموضوع مؤثر بس جاوبني بسرعة لعشان هسألك سؤال تاني فيه ولا مفيش مش دايما أولي فيه دم في البول لما ينزل المثبول يعني عمر الموضوع مش خلق عشان تعب أخ إبراهيم الدكتور بيسألك أسئلة محددة هل في وجود علامات دم في البول لا لا ما فيه دم تمام طب على أي أساس تشخص هل بتتسحى في الليل أكتر من مرة كتير يعني بالليل مرة أو مرتين بيروح حمان بيروح كم عمرك أخي أربعين سنة عمرك كم عشان البروستات هتكون أخي 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 خليك معا أربعين سنة أربعين سنة تمام أربعين بدت العراض من إنت معاك بدت العراض بقريب سنتين سنتين ونص سنتين ونص هل أخذت أي مضادات حيوية ولا شيء أخذت مضادات ومسكنات كثير بس اللي السعب مؤثر علي كان من ناحية الجنسية وكل مرة دكتور أخي هل عمل تحليل دم وظهر شيء فيه لا ما عمل طب علي أساس أنه التهابات وكل متحد منين بنا علي أساس كل متحد رحت المنصورة ورحت الكاهرة قالوا لي دا التهابات حادة مجمنة زيئة زي أي مرة أخي أنت رحت المستشفى هل عمل لك هل عمل لك تحليل دم عشان أحكم التهابات حادة ولا متوسطة ولا بسيطة لا يعني شخص على أي أساس التهابات كده يعني هل فحصت من تحت مثلا من فتح الشراب ما عمل ليش التهابات ما عمل ليش تحليل عشان در أو كده هل فحصت من فتح الشرق من تحت لا 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 إله الله يعني لا فحصت من تحت سنة خليك معك يعني الفحص الأول البرستيت اللي بحط إصباعه من تحت بلبس من تحت بشوف حقتين أو ثلاثة بشوف طبيعة يعني طبيعة البرستيت ناعمة ولا خشنة نمرتتين حجمها نمرتتلاتها لو ضغط عليها تعمل ألم يعني لا عملت فحص أولي ولا عملت تحليل على أي أساس مستشفى بديقول أنه عندك الاتهابات حادة يعني تقوم مرة أو مرتين في النوم في الليل هذا شي طبيعي ما مش مش ولا تكلمت علاقة النوم الخسية نفسها ما بقدرش أمشي ما بقدرش أتحرك يعني تبعد فترة للمناخد مسكنات عشان أقدر أحرك وأقدر أمشي تقدر تتحرك من البروستيت ولا من حاجة تانية تعب عندك تعب الخسية من الخسية نحن تحولت بتقول الخسية نتكلم عن البروستيت أخي الكريم أبوالك الالتهاب في البروستيت هم تشخصوني البروستيت البروستيت عندك فيها يعني فيها أليم طيب أخي إبراهيم من مصر الدكتور رح يشرح لكن ناخد اتصال رشيد رشيد من المغرب أهلا وسهلا بك تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يسأل دكتور يسمع دكتور فالله 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 عند الجماع يكون هناك ألام عند الجماع في القدر في القدر يعني في أي اسؤال عملت تحليل أي صورة عندي تحليل بروستاتا سليمة عندي تحليل عمل تحليل الدكتور كوشي سليم أوكي على طول يعني الألم كل وقت الجماع يأتيك أنت ألم هل زوجتك يأتيها ألم شيء أم أنت بس لا أنا أرجع لأنه لا يجمع الزوجت عايش طيب واضح طيب ممكن نجيب على رشيد بس عشان هو بيسمع بيكون جاوب بشكل سريع مين هو رشيد من المغرب هو المرتبط باللي جاء خليني أمشي بعدين أنا هرجع لهم تاني إن شاء الله طيب حنبدأ بعد الفاصل إن شاء الله راح نجيب على كل مشاهدين الكرام تفضل المنجمنت بداية علاج إخوانا اللايف ستايل فيش حاجة اسمه يعني حب الدواء أو حب فيتامين لايف ستايل الإنسان مكوم مع مجموعة عوامل ما فيش دواء أو حاجة تمنع الكنصر أو تعالج الكنصر لازم تروح على الخمس عوامل في عشر عوامل حتى موجودة أهم مهم جدا جدا النوم النوعية النوم وليس كمية النوم نمرة 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 ضغط النفسي ضغط النفسي تمشي تلعب رياضة تلعب يوغا بالطريقة نمرة الثلاثة بالنسبة للوضوع اليوم ثلاثة أشياء مهم جدا السلينيا وهذا موجود في المكسرات خاصة براسل موجود في كل مكان لكن هشوف الزنك المأكولات البحرية أكثر شي فيتامين دي هذول الثلاثة مص بالنسبة لازم ضروري نعم هنا حطيت أنا بوتيكو تكنيك زائد الهايبر ألمانيا نعم يا أما بيعطوه حقن يا أما بيعطوه تحت ضغط الأزون التعبير الكيموي بتاعه تريا تريا أكسجين يعني أكسجين ثلاثي الفكرة فيه أنه يزود الأكسجين للدم للقلب وإحنا قلنا السرطان رح نرجع دكتور رح نتحدث أكثر لكن أكيد رح ناخذ فاصل مشاهدة الكرام رح يجيب على دكتور إبراهيم على كل أسئلتكم بعد هذا الفاصل القصير جدا كونوا معنا نحييكم جددا مشاهدة الكرام سرطان البروسيت الأراض تحدثنا عنها الأسباب وعامل خطورة طرق العلاج رح نقف عندها إن شاء الله مع الدكتور إبراهيم عدوان استشاري الطب البديل أهلا وسهلا حيات الله أهلا وسهلا وقفنا عند كيفية معالجة البروسيت الكانسر سرطان البروسيت وطبعا ذكرت عن الأوزون وتوقفنا عند أكسجين أذكرت أن ألمانيا النوم مهم جدا نوعية النوم نتكلمنا في حلقة النوم بالتفصيل الاسترس تحاول دايما زي ما قلنا في حلقة الاكتئاب والاسترس اعمل تمرين التنفس سنجع عليه تاني واسرحوا بالتفصيل الثاني مهم جدا أنه تأخذ فيتامين دي مش بس لكورونا أكثر من مئة مرض نقصوا بسبب الفيتامين دي الزنك مهم جدا السلينيوم نيجي هنا فيه هنا ثلاث أشياء بتزيد الأكسجين نعم وقولنا خلايا السرطان تتغذى على السكر نعم فيه عدم موجود الأكسجين إذن عشان أموت خلايا السرطان أو أمنع السرطان زي ما بيسأل الأخ محمد من الجزائر أمنعه أساسا حجتين أني أزيد الأكسجين للمخ والقلب والرئتين والجهاز التناسل التاعي والجهاز الهضمي بالتنفس ولهذا بدل أنا ما أروح على ألمانيا وعلى الأزون وحقلوا لي الأزون الأزون قلنا هو عبارة عن أكسجين ثلاث اسمه ترايا أكسجين ترايا أو ثري اسمه أو أو ثري أو هربا بريك اللي هي خيمة بحطه تحت ضغط معين بحطه الإنسان سواء نايم ولا قاعد وذودوا الأكسجين طيب أنا عندي بديكو بريثين تكنيك أعمل التكنيك إنه قلنا تبعد كذا على حفة الكرسي ظهرك مستقيم ثمك مصكر تتنفس من أنفك شهيق زفير شهيق المدة نص دقيقة أو دقيقة عشان تعمل ريلاكس تراخرج جسمك وآخر زفير بتسكر من أخيرك بس يكون بطنك فاضي وتسكر وتشوف على ساعة الحيط أو على الموبايل بتاعتك ما تجهدش نفسك تشوف قديش بتجيب خمس ثواني عشر ثواني خير العمل ما تقلع ودعم أحسن وقت تعمل الصبح وقبل النوم تمام هذا بالنسبة لك نيجي ل أنا بدل ما أعمل هايبر باريكسجين ولا أوزون ولا كذا أعمل التمرين تنفس وفعلا دكتور بوتيكو مع 200-300 دكتور روسي عملوا تجارب على بعض أمراض السرطان ونها سرطان السدي جابوا نتاجي كويسة طبعا لم تنشر الأبحاث لأنه ما بي معتقدوش بالأشياء هذي أنت إيش خسران أنك تعمل حتى لو عندك سرطان أنت إيش خسران تعمل التنفس طريقة التنفس صحيحة وسليمة مكتيرية فضيقة دائما تشدد على هذا لا بشدد أنا يمكن الله أكرمني أكثر من كل 30-40 سنة في الطب البديل أحسن شيء أنا أتيته هو هذا التمرين التنفس والعمل على تعالي بحث ولهذا بأنصح كل أخت صغير كبير رجل عمل هذا التمرين ونت مش خسران شيء حتشوف أنت حياتك إن شاء الله تبدأ تتغير طيب البروبايوتيك ضرورية لا يوجد منها أول عام لأنه 80-90% من جهاز المناعة في الأمعاء ولهذا ليس عبثا وبروبايوتيك هي العامل الأول في الوقاية من الأمراض تمام دكتور بالصحة السريع يعني ذكر في البداية أن السرطان هي بداية التهابات وغيرها من التهابات العوامل الأساسية أنواع الأمراض البروستات للتهابات اللي هي بروستاتايتس تايتس انفلميشن زي أبندسات التهاب زي ديتونسلات التهاب اللوستين التهاب هل التهاب يكون بسبب فيروس بسبب بكتيريا بسبب كذا أو بسبب سترس يعني بسبب عدوى أو بسبب سترس سؤال الأخ محمد منين بيجي؟ من الجزاء ضعف جهاز المناعة منين واحد بيجي مرض واحد بيجي كورونا واحد بيجي هوش صحيح إذن على حسب المناعة على حسب مناعة الجسم حسب مناعتك أنا تكلمت في بداية كورونا قلنا تكلمت ساعتين 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 كل سب كيف تقوي جهاز المناعة وهذه مهم جدا ولهذا أنا بفضل الله سبحانه اعقل وتوكل صحيح أنا أعتمد على الله ثم أنا بقوض دكتور أخ محمد عشان أمن وانز بقع في جهاز المناعة أنت معرض لأي شيء الأخ محمد من الجزائر وأيضا عبد الرب النبي من المغرب يسألون هل هو ويراثي؟ بيلعب دور في كل شيء يعني أقول لك مثلا واحد عمل تحليل الجينات معرض لكسرطان أو معرض لزهايمر هل بيجي لا هنذكرها الآن جاي الآن في حاجة وفي حاجة يعني دور ودور التغذية لأنه عدو الكنسر هي أنك تمنع عنه السكر فالأكل بلعب دور مهم جدا في الوقاية وفي العلاج حتى لو أنت خد كيماء وخد ردي ثرابي كل هلثي قد ما تقدر يعني التعب اللي ذكروا إبراهيم من مصر في حالة التشخيص اللي يقدم هل هو التعب جاي لأنه لا عمله فحص من تحت لا عمله تحليل دم لا هل يعمل التمرين التنفس قد ما يقدر ويمشي عن نظام بالنسبة للتشخيص ما هي أهم آليات التشخيص لازم يعملها أول حاجة أول ما بدأينا الدكتور محطيه في فتحة الشراج بيحس البروستيت حجمها شكلها حجمها يعني كبير ولا لا نمثل ملمسها دائما البروستيت العادية نعمة ولهذا السرطان بتشخص بصير فيه خشون بشك بروه أعمل بروستيت specific engine نعم لو زاد كثير بشك تاني بيعمل مثلا CT scan بعدين بيعمل الخزعة اللي هي البيوبسي تمام لكن بدون فحص أولي بدون فحص دم بقدرش أقول هل هي بروستيتس هل هي تضخم حميد هل هي دكتور كمان لها أحجام في هذا التشخيص هل يعني الوضع الطبيعي للحجم كيف ممكن هنا قلنا في النوع الثاني يعني لها أحجام بيناين بروستيت هايبر بليزا هاربا تروفيا بيناين نعم بي بي اتش بتضخم لما تضخم بتضغط على مجرى البول تمام فبصير الإنسان يجي بدأ البول ببدأش يقول لها بصعوبة لما بيبول بفضيش بدو رجع تاني وخاصة أثناء النوم لكون بتكون الضغط على بروستيت أكثر بصحة مرة أو مرتين مرتين مش مشكلة طبيعي نقولنا في حلقة النوم هيئة النوم هنا تتابع على الانشيس بتقول أنه ممكن تصحة مرتين بس ترجعتنا هذا طريق بس ما تشربش سوائل كثير جرب بالنسبة لأخبرهم تعمصر ما يشربش سوائل كثير قبل النوم وخاصة القهوة أو الشاي وشوف الهيئة من بروستيت ولا من حاجة ثاني لكن اعمل تمرين تنفس ومشي عن نظام اللي احنا حكي طب دكتور بس آخر شي لأن العوامل الخطورة كانت يعني قضية الجماع الرشيد من المغرب الألام هل هذا يعني علامات ممكن يكون التهاب ممكن يكون التهاب اشرب مي كثير كريمبري كريمبري نوع من العصير حبوب كريمبري زي الشيري كذا نعم اسمه كريمبري هذا بينظف وهذا من علاج السرطان لكريمبري توت يعني الغير نوع من توت هذا فيه كويس مع شرب المي اللي كثير بساعد ممكن يعمل فحوصات ممكن يعمل فحوصات الدم ضروري ممكن لازم ضروري في حاجة هنا في الأغذية وصلنا للأغذية نعم احنا عارفين المرة عندها الهرمون الأنوثل الأستروجين الرجل عنده الهرمون الذكورة تيستيرون هذا السرطان وسرطان استاذي عند المرأة اسمهم هرمون شو هرمون يعني متقارب هرمون يعني زيادة الأستروجين الرجل والمرأة تمام انت حد تقولي المرأة عندها طبيعي والرجل عنده ليش بكسر ولهذا أحد علاجات الأدوية لما المستشف بس اسمح لي دكتور قاطعك عذرني لكن ناخد اتصال من مصر من محمد أهله وسهله بك تفضل ايو انا عقدت لك حضرت لك في مدخل معكم بسهل الدكتور هو بالنسبة للمرض هل ممكن يكون فيه عام وراسي قدام للمرض اللي جاله جاله من مرسطان ممكن يكون وراثي الآن بس الآن دكتور إبراهيم عدوان ذكر بأنه ممكن حديلا حديلا في سؤال ثاني أخ محمد ولا هو بالنسبة لك عامل العامل اللي بالنسبة للتهابات الحدي عادي يشمي ومش شكرا الخصيتين عند الرجل المبايض وعند المرأة وكمان الأدرينا الغد اللي فوق الكليتين بفرزوا استروجين يعني عند الرجل موجود وعند المرأة موجود زي ما المرأة عندها هرمون الذكورة بس أقل بالنسبة للرجل بالتأكيد لما بيزيد في أنزيم معين اسمه أرموتاز اللي هو العنوان الفوق هذا موجود في الاستروجين لما بيزيد إفراز هذا الأرموتاز يعني بيزود الاستروجين لما بيزود الاستروجين بيصير عندنا مشكلة ولهذا أحد علاجات الطبية بس تموكسفين تموكسفين عشان يقل الأرموتاز عشان يقل الاستروجين نعم إذن يعني هنا يحتاج إذن هذا الأكل اللي بيقل الاستروجين عند مرض السلطان أو أي مرض ثاني يعني زيادة الاستروجين بيسبب سلطان بيسبب نعم ولهذا الاستروجين لما الكبد بصير لها مشكلة خروج الاستروجين بيطلع خروجه عن طريق الكبد الكبد بيطلع في البول لازم الكبد يكون سليم لكن شو الأكل اللي بينقص الاستروجين هذه الأكل اللي هي الكروسي هذه والهذا سموها هذه الأغذية ضد السلطان البروكلي القرنبيت والكبد مهمة جدا جدا للسلطان المنع السلطان وعلاج السلطان تمام لأنه بتقلل الاستروجين وتقلل الأروماتيز اللي في الاستروجين ثم الكوكونوت والأستروجين والأفوكات جزء لأنه هذون بيمنعوا لأنه البروتين بتحول الكربوهادريت والنشا بتحول لسكر البروتين ممكن تحول لسكر الزيت بتحول لسكر الرو نطس وخاصة لأنه موجود في البرازيل النطس حبتين في اليوم تعطيك السلينية متاع اليوم لو مهم للبروستات نعم مهم للثيرود مهم لجهاز المناعة حبتين من البرازيل النطس جاي في الصورة نوع من المكسرات نجاي بعدين الزيت الزيتون بعدين بتاعت الآخر واحدة أه ألبوم فاميلي اللي هي التهم والبصل والكرات تمام هذه كثير مهمة جدا لسوال المنع السرطان أو علاج السرطان دكتور ممكن يعني في تشخيص معين نعرف أنه الاسترجال عننا عالي لا تحليل هرمونات تمام بسيط بالنسبة للرجل أو للمرأة اعمل تحليل هرمونات فيه كمان عشبة مهمة جدا جدا تقلل اسمها أغنس كاستس هذا بيقلل الاسترجين و برفع شوي البروجستيرون تمام صحة البروستيت ككل طيب راح ندخل على اللي هي طبعا الأكل أفضل الأكلات وأفضل بيتامينات لصحة البروستيت اه مهم جدا الطماطم ليه طماطم فيها لايكوبيل اها وأفضل الطماطم المطبوخة من الطماطم النيف الاثنين كويسين لكن أفضل المطبوخة المطبوخة اه نعم لأنه عايزين اللايكوبيل ولا هذا أول صورة جيب الصورة البعدها قلت كلمة سوري دكتور كتشم أه بدنا هذه المادة لايكوبيل مضاد مضاد يعني موجودة حتى في الطماطم الفريش نعم في كل شيء موجود بس أكثر شيء في الطماطم والبطيق بس أكثر شيء في الطماطم هو اللي يعطي اللون الأحمر للطماطم ليه المطبوخة دكتور لأنه بيظهر أكثر يتكون أكثر وسهل المتصاص أوكي أوكي والطماطم النية كويس على السرطة بس هذيك سهل المتصاص كثير آه تمام تمام احنا بدنا طبعا الأوميغا سري ضد الالتهاب سألتنا على التهاب أسماك نعم بدنا الجرين تي مهم جدا الشيء الأخضر في أشعات البروستيت والسرطان يعني فوائده لا تحصى نعم البومكن سيد مليان زينك أوكي اللي بعد نشوف الفون هذي النص مكسرات والبيض البيض طبعا فيتامين دي وفوائده والأسيطال الكولين تاع الذاكرة كمان برضو في البطيخ الليكوبين اللي قلناها في هذا البطيخ مشهور شوف هذا هو البرازيليا المكسرات البرازيلية نعم البرازيلية اللي هي فوق حبتين في اليوم من هذا بعطيك السلين يوم سلطان البرستيت خل لك حبتين ثلاثة في اليوم هذا عشبة مهمة جدا لصحة البرستيت هذه العشبة موجودة دائما محطينا شو بالعربي دكتور اسمها مش عارفة طيب موجودة في فيتامينات دائما حطينا هو بحطوا معها بمكين سيد يعني بذور القرع مع مع الزينك موجودة كثير مهمة جدا ممتاز والزينك طبعا الزينك أكثر شي موجودة والنتل هذا النتل اللي هو بطلع لو انت رحت عندك حديقة أه ترقى بيشوك موجودة بيشوك كثير هذا وهذا سو بالمتو سينجين نتل وزينك وكمان موجودة على حبوب سبل أما هم بقولك بحطوه في كبسول سينجين نتل وهذا طبعا والفش وتوفرة طيب يعني الصيام الصيام دائما السرطان مرتبط بالصيام ليه الصيام أوتفاجي وقلنا لما قلنا في رمضان دكتور ياباني 2016 أخذ جائزة نوبل لأنه بس قال الصيام بيعمل أوتفاجي إيهي أوتفاجي إنه الجسم بذات المخ والقلب بتخلص من الخلايا السيئة من فيها الخلايا السرطانية يخونا كل واحد عنده خلايا سرطانية بين 500 لألف خلية سرطانية كل واحد فينا طبيعي آه ولهذا لما تسألني سألني الأخ فيها بلعب دور الجين نعنات فيها وبلعب اللايفستيل فيها أنت كيف بتحرك النوم الكويس السترس الرياضة التنفس الأكل الصحي تبعي عن السكر أنت بتقدر تحكم في الجين بتاعك ولهذا علاج بالإضافة لأنه نمنع السكر ونقل الأكل الصحي هذا الصيام يعني ليش الصيام يعني أنت أفطرت الصبح مثلا أنا بفط مثلا بطين كنت الشيز مثلا أو صلطة تماطب صغيرة هذه مع الخيار في زيتون زيت زيتون هذا هو فيش خبز صوم هذه الفترة إذا جعت ممكن تشرب شاي بس بدون سكر تيجي على العشا مثلا صلط جنب لحم أو سمك أو دجاج بس تمام هذا هو فالأوتوفجي مهم جدا على الآخر بتقلل الالتهاب مهم جدا بتحسن لك وبتقوي جهاز المناعة لأنه بدل الجسم في الأكل الطاقة كلها رايحة على الهضم والامتصاص والخروج هنا الجسم بتفرق لخروج السموم خروج الفضلات تقوية جهاز المناعة تحسين عمل الإنسولين ولهذا رمطوا علاجي أي سرطان بالإنترميتان فاصل تمام دكتور نرجع للعشر يعني حقائق عشر حقائق هذا أنا خطة من واحدة من أنا أفضل ما كتب عن السرطان حقيقة مجموعة دول المجموعة بلعب جينيتيكس لو لحطي الجينيات نعم لكن حط تحتيها على طول إبي جينيتيكس ونيوتروجينيموكس هذا هي يعني إذا في جين نعم بلعب دول في السرطان لكن أنت في عندك إبي جينيتيكس وفي نترو يعني إبي جينيتيكس نمط الحياة السترس الرياضة الرياضة الأكل الصحية ولا لا هذو الحاجتين اللي بتاعت الموضوع اليوم البلد شقر سكرية بالانس كيف تأكل سكر كتير ولا سيركوليشن بوتيكو نعم عمليات التنفس السليمة والصحيحة عرفنا إحنا ممكن أن هذول يكفونا يعني كمان المنتل الموشن والبي طبيعي الضغط النفسي والعاطفي والعاطفي صالح مع نفسك صالح مع غيرك نعم تغاضى طنش ماشي الحياة نعم بيلعب دور كبير في إنزال النظام المناعي في الجسم نعم ما تدجيش على كل حاجة صحيح الالتهابات طبعا زي ما قلنا مهم جدا ولهذا ليش 80-90 في من جهاز المناعة في الأمعاء ليس عبث هذا تمام ثم الانفلميشن للالتهابات وأحسن حاجة للالتهابات إذا ذكر السرطان ذكر التيرماريك ذكر الجنجر طبعا الهرود الكركم كركم نعم ثم تكسر كذلك الهرمون قلنا مزيد استرس والمكروبا كلها مرتبطة مش بس كمرض سرطان وإنما حياة يعني إذا مرضت أنا فهو يش فيه آخر هنا كيف تحكم عن نفسك حاجيك سكر ولا لا حاجيك زهايمر ولا لا حاجيك سرطان ولا لا من خلال تعمل حظول التحليل الثلاثة إذا ممكن هم بعملوش في واحد اختصرت كل شيء البلد شغير هل تعمل أنت الانسولين انسي هل يجب أن أترك هذا أمسك هموغلوبين A1C اللي هي التراكم اللي بقس نشاط السكر في ثلاثة شهور ثلاثة شهور نعم بيزيدش عن خمس وستة 5.6 إذا وقصل 6 صار ديابيتك إذا فوق خمس وستة بصير بري ديابيتس آه هذه بعملها كل واحد بعملها فينا نعم هموغلوبين high IGF يعني هجف انسولين growth factor اختصار IGF نعم انسولين growth factor 1 طيب منين بيجي زياد هذا بيجي من حشتين آه بيجي من أكل الدياري الكثير واللحوم الكثير الأجبان واللحوم أوكي لأنه دايما يعني مثلا هضرب لك مثل أنا قررت كتاب رائع زمان على الألبان واللحوم أكلها الكثير طبعا هذا بنصح بالنسبة للبروستيتر قل الكثير قد ما تقدر لأنه بتقول لازم نكون grass fed organic نعم نتركز على السمك حتى إذا السمك ما يكون مهرمن هذه المشكلة دكتور يعني الدجاج الأسماك أصبحت يعني مش organic غير طبيعية للأسف فالإنسولين لما يزيد الإنسولين بيزيد هذا العامل هذا معامل سرطاني كثير أجب والذي بيزوده الشغر والسترس والإستروجين وهذا بيجر كروت فور كونسين بروسس عند مجر درا لسطنصر إذن بيجي منون بيجي من أكل السكر بيجي من الاسترس بيجي من هذا متواز الهرمون وغير هذا طبعا هنا في بلاد أخرى بيعملوا تحليل الإنسولين صايم إذا الإنسولين لازم يكون هموكولوبين هي الأساسية هي الأساسية تحتاجكم هجيك سكر زهايمر كانسر طيب في الدقائق المتبقية آخر واحد آخر واحد إيش أهم على الإطلاق أسنش هلأول فرانكنسون الزيوت بس الزيوت الطبيعية اللي بتساعد أهم واحد إذا بدكش استعمل استعمل فرانكنسون بس نشرح زيت اللبان لبان في عامل ضد ضد التورم ولهذا إذا تقدر زيت اللبان ثم اليمني ثم الصومالي تمام بسعب بشكل سريع دكتور لأن الثاني بيجي الرزمري الزيت الزعتر زيت الأوريغان ومهم جدا كامومايل البابونج الزيت كل هذه يعني كيف تستخدم بشكل سريع تدهن القدميك بتسبب الفرانكنسون تجليك من تحت كفة رجلين ومن تحت تدهن بتكتدهن قورتك تنكلت يوميا قبل النوم هذه بتساعد كثير 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 الوقاية والعلاج دكتور براهيم عدوان استشارة طب البدي شكرا جزيلا لك أكيد لنا حلقات قادمة إن شاء الله في مواضيع مهمة جدا فيه هناك من طلب تواصل معنك يعني إن شاء الله راح نرد عليهم شكرا لكل المتابعين الله يشافي الجميع كان عن موضوع سرطان برسات الأراضي وطرق العلاج بالتأكيد نلتقي للسبت القادم في موضوع طبي جديد ويمكنكم كل معتاد متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب وأيضا عبر كل وسائل التواصل اجتماعي عبر السوشال ميديا أكيد راح نكون موجودين قناة الحوار نشكر لكم مرة أخرى حسن المتابعة ملتقان السبت القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك دكتور شكرا لك شكرا لك